أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم إعفاء المحصنين القادمين من الخارج من دفع قيمة الـ BCR بقيمة 20 دينار عن طريق تطبيق كويت مسافر وإجراء الدفع والفحص في الكويت إذا رغب الراكب في إنهاء حجره المنزلي وذلك اعتبارا من الأحد المقبل وأضافت أنه يتعين على المواطنين المحصنين باللقاح من خارج دولة الكويت بأي من اللقاحات المعتمدة محليا أن يقوموا باعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق تحميلها عبر موقع وزارة الصحة واستكمال التسجيل في تطبيق شلونك وبمنصة كويت مسافر وفيما يتعلق بالمواطنين غير المحصنين يستكملون التسجيل في تطبيق شلونك وبمنصة كويت مسافر ويقومون بسداد قيمة عدد فحصي بي سي آر وإجراء أحدهما عند الوصول إلى دولة الكويت والآخر في اليوم السادس من الحجر المؤسسي وكذلك سداد قيمة حجرهم سبعة أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة كويت مسافر وفي حال ثبوت الخلو من فيروس كورونا المستجد يستكمل مدة الحجر سبعة أيام أخرى بالمنزل وأشارت إدارة الطيران المدني إلى أن المواطنين الذين تلقوا لقاحات غير معتمدة في دولة الكويت يعاملون معاملة غير المحصنين وأضافت أنه يتعين على المحصنين غير الكويتيين ممن تلقوا لقاحات معتمدة خارج دولة الكويت اعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق تحميلها بموقع وزارة الصحة على أن يتم إثبات تلقي اللقاح إلكترونيا قبل الصعود إلى الطائرة القادمة للبلاد